من بيروت ينضم إلينا سيد مونير الربيع الصحفي أهلا بك معنا إذن انتهت انتخابات اللبنانيين المغتربين بنسبة اقتراع تقترب من الستين بالمئة نتحدث هنا عن مئة وثلاثة وتسعين ألف مغترب صوتوا من أصل مئتين وخمسة وعشرين ماذا تعكس هذه النسبة بالنسبة لهذه العملية الانتخابية وأي تأثير سيكون لها على نتائج الانتخابات نعم بالتأكيد النسبة عالية جدا في المقارنة من حيث النسب مع الانتخابات التي حصلت قبل أربع سنوات هناك تقدم بأربع نقاط أي أربعة في المئة حصل تقدم نهيك عن عدد المسجلين العدد الكبير والهائل من المسجلين اللبنانيين في الخارج ففي العام 2018 كان عدد المسجلين حوالي سبعة وتسعين ألف أما اليوم عدد المسجلين هو مئتين وخمسة وعشرين ألف وبالتالي انتخب منهم أكثر من 180 ألف أو أكثر من 170 ألف وبالتالي هذه الأرقام كلها مؤشر إلى أن الحماسة الانتخابية لم تخفت لتالي لبنانيين كل الدعوات إلى المقاطعة لم تنجح وهذا سيكون عاملا مؤثرا في المرحلة المقبلة من الآن حتى يوم الأحد المقبل لينعكس على واقع اتجاه اللبنانيين نحو صناديق الاختراع والإدلاء بأصواتهم بخلاف كل التقديرات التي كانت تقول سابقا أن اللبنانيين قد يأسوا وبالتالي لن يتوجهوا إلى صناديق الاختراع ولكن ما حجم الثقة الذي يشكل الناخبون اللبنانيون في الخارج في هذه العملية الانتخابية باعتقادك نعم العملية الانتخابية معروفة بالنسبة إلى اللبنانيين هناك مجموعة من العنوين التي يهتم على أساسها اللبنانيون في كيفية خوض الانتخابات هناك قوى التغيير معروف خطابها وتوجهها السياسي أما القوى الحزبية والسياسية فهي أيضا على ضوء الانقسامات فيما بينها تحاول تحميل المسؤولية إلى خصومها وإحالة الأزمات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والمالية إلى الأسباب السياسية بمعنى آخر أن ما كانت تعرف بقوى الرابع عشر من آذار سابقا تحاول الانضواء في تكتلات وتحالفات انتخابية في مواجهة حزب الله وحلفائه وهؤلاء يعتبرون أن الأزمة التي يمر بها لبنان هي بنتيجة السياسات التي اتبعها حزب الله طيب يعني هل هذه الكثافة في الإقبال على صندوق الاقتراع للمغتربين ستنطوي بالضرورة على الانتخابات التي ستجري في الداخل اللبناني بالتأكيد ستكون ذات تأثير كبير وذات فعالية خاصة أن المشاهد اللبنانية من مختلف الدول التي شهدت عملية انتخابية كانت عملية محفزة من ناحية الصورة من ناحية المشهد من ناحية اللعبة النفسية بالحد الأدنى وما حققته سواء قوى المجتمع المدني أو الأحزاب من عمليات تحشيد في الخارج ستحاول أن تحققه أيضا على الساحة اللبنانية يوم الأحد المقبل إذا حصل هذا الإقبال بهذه الكثافة في الداخل أيضا من سيكون مستفيد من ذلك من الجهة التي ستستفيد من هذه الكثافة في التصويت نعم لبنان مقسم إلى دوائر انتخابية وفي كل دائرة سيكون من مصلحة طرف حزبي معين أن ترتفع نسبة التصويت أو تنخفض نسبة التصويت وفق ما تقضيه الحاجة وسأشرح كيف مثلا قوى المجتمع المدني من مصلحتها أن ترفع نسبة التصويت من قبل فئة الشبان لترفع من حضوظها في الحصول على الحواصل ولكن أيضا القوى الحزبية التقليدية ستسعى إلى رفع نسبة الإقبال لأنها قادرة وفق مكيناتها الحديدية ومكيناتها المنظمة على تحشيد أكبر عدد ممكن من المناصرين على توزيع الخدمات على توزيع الأموال وعلى غيرها فمثلا في البقاع الشمالي حزب الله سيعمل على تكثيف مناصره بالاتجاه نحو التصويت كي يمنع خصومه من تحقيق خروقات في المقابل هناك اتجاه لدى تيار المستقبل لا يزال حتى الآن بالحد الأدنى يدعو اللبنانيين وخصوصا من الطائفة السنية إلى المقاطعة في بيروت كي لا يحل أحد مكان الرئيس سعد الحريري ولكن بحال قاطع السنة الاتجاه إلى الانتخابات ستكون هناك مشكلة كبيرة وهي أن حزب الله سيتمكن من الفوز في دائرة بيروت الثانية أي في العاصمة في دائرة القرار وسيعطي هذا الفوز رمزية كبيرة تسحب بالمعنى السياسي وبالمعنى القرار وبالمعنى المعنوي على صعيد الحزب وبالتالي وجوب ذهاب السنة بكثافة إلى التصويت سيؤدي إلى منع حزب الله من تحقيق ذلك أولا منع حزب الله من تحقيق الأكثرية النيابية التي يطمح إلى تحقيقها لأن أصوات السنة ستكون مؤثرة في الجنوب الثالثة في معقل حزب الله الأساسي وبحال شارك السنة بكثافة في التصويت في تلك المنطقة سيؤدي ذلك إلى حصول اختراقات في لائحة حزب الله وهذا أمر بمثابة الحلم في حال شارك السنة ولم يعظف ويقاطع هذه الانتخابات لمن ستذهب أصوات السنة باعتقادك نعم هناك العديد من اللوائح ولكن هناك جو تغييري واسع في بيروت لصالح مثلا إبراهيم منايمني وأنا ليس من عددي أن أدخل في الأسماء ولكن هناك تأييد واسع واللائحة المدعومة من الرئيس فؤاد السنيورة لائحة بيروت تواجه تحقق المزيد من التقدم على الصعيد الشعبي وعلى صعيد لعبة الأرقام في الأيام الأخيرة وهناك نشاط مكثف لها أيضا هناك لوائح أخرى بإمكانها الاستحواذ على عدد من الأصوات الأهم هو ارتفاع نسبة التصويت لرفع نسبة الحاصل الانتخابي كي لا يأتي من لا يمكنه أن يمثل المدينة إلا في حال انخفاض نسبة التصويت وبالتالي اللعبة لها معادلتان المعادلة الأولى رفع الحاصل الانتخابي والمعادلة الثانية اختيار الوجهة الصحيحة لمن يذهب إلى صندوق الاقتراع والوجهة السياسية التي يريد بداء عليها إعطاء صوته هل ستكون لصالح حزب الله وحلفائه أم ضد حزب الله المعركة متقاربة جدا لا جازم بأن حزب الله قادر على تحصيل الأكثرية النيابية المسألة ترتبط بكيفية إدارة المعركة في هذه الأيام المتبقية لتحصيل توازن أو لاستعادة توازن سياسي داخل المجلس النيابي الجو الشعبي يبدو متجاوبا نحن لا نتحدث فقط عن تحدي يتعلق بمقاطعة المكون السني وهو المكون الأكبر في لبنان ولكن هناك تحديات أخرى منها ما يتعلق بالقانون الانتخابي المثير للجدل وحديث عن المال السياسي الذي انصب لشراء ذمم الناخبين كل هذه التحديات كيف يمكن أن تؤثر على ديمقراطية هذه الانتخابات باعتقادك نعم هذه كلها أجزاء تستخدم في لبنان تاريخيا سواء الخدمات أو المال السياسي أو المال الانتخابي الذي يضخ بكميات كبيرة في هذه الآوينة وصولا إلى اليوم الأخير وجميعها يؤثر ولكن اللبنان اعتاد على مثل هذه التجارب فهو يذهب ويحصل على الأموال أو على الخدمة من جهة معينة ويذهب للتصويت باتجاه جهات أخرى إلا إذا كان هذا هو حقيقة اتجاه الصوت المتردد أو ذات القناعة والذي ينتخب وفق قناعته بغض النظر عن الخدمة أو المبلغ المالي الذي يحصل عليه هناك نوع آخر من الخدمات التي يقدمها وهو من قبل الأحزاب لصالح جمهورها وهذا يحفز الجمهور على الذهاب إلى التصويت ولكن هناك فئة مستهدفة تكون غالبا ما تكون صامتة أو مترددة هي التي تستهدف في عملية ضخ الأموال وغالبا هذه العملية لا تنجح طيب يعني الآن كيف يرى اللبنانيون هذه العملية الانتخابية باعتقادك هل يعولون بأن هذه الانتخابات يمكن بالفعل أن تغير المشهد النيابي هل تعولون على أن تحدث تغيير حقيقي في البلاد نعم الانتخابات فرصة حقيقية لتغيير المشهد النيابي بالتأكيد هل ستؤدي إلى تغيير جذري في البلاد بالتأكيد لا لأن هذا الأمر يحتاج إلى أولا برامج ومشاريع يحتاج إلى خطط عمل على المدى المتوسط والمدى البعيد وهو عمل تراكمي ولكن بالإمكان إيصال بعض الشخصيات التغييرية إلى المجلس النيابي هؤلاء يعملون على مراكمة نشاطهم وعملهم لتحفيز اللبنانيين في الفترة المقبلة أو في الدورات المقبلة على انتخابهم تانيا يمكنهم البدء بالتغيير من خلال قوانين بسيطة داخل المجلس النيابي أما على المستوى السياسي هناك قدرة طبعا على تغيير موازين القوى السياسية من خلال منع حزب الله من تحصيل الأكثرية تشكيل كتلة متقاربة مع كتلة الحزب بالإضافة إلى كتلة وسطية قادرة هي على ترجيح الكفة وهذا أمر سيكون خاضعا لاعتبارات متعددة في السياسة وفي وقائع الظروف الإقليمية والدولية أو سعي لبنان لتحسين علاقاته مع القوى الإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر